بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد عاشراً الخاتمة وهي باب واحد ختم بهذا الباب والله أعلم أولاً حتى لا نكون كالمشركين الذين لم يعظموا الخالق ثانياً حتى لا نغتر بعملنا فلابد في عمل المرء من تقصير فيتذلل العبد لله ويخضع له ثالثاً اقتداء بالإمام البخاري رحمه الله في ختمه بحديث ثقيلتان في الميزان فكأنه يدعو الله أن يثقل موازينه بهذا الكتاب كما ثقلت هذه المخلوقات ويستغفر من الزلل باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الضمير يعود على المشركين ما عظموا الله حق تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته وهو منزه عن كل نقص وعيب ومما ينزه عنه الأنداد ولو عظموه حق تعظيمه لما عبدوا وأطاعوا غيره الدليل الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة الآية وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه حبر هو العالم الكثير العلم ويقال له بحر إنا نجد أي في التوراة فيه إثبات الأصابع لله أصابع حقيقية تليق بالله كما أن اليد يد حقيقية تليق بالله الدليل الثالث إلى الخامس ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس وقال قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض أنا الملك أي أنا الذي لي الملكية المطلقة والسلطان التام لا ينازعني فيهما أحد أين الجبارون الاستفهام للتحدي أي أين الملوك الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة والتجبر والتكبر على عباد الله وهم في ذلك الوقت يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم بشماله زيادة شاذة وإذا قدرنا أنها محفوظة فإنها تكون بمعنى اليد الأخرى ولا تنافي كلتا يديه يمين وليست كشمال المخلوق التي هي ناقصة عن اليمين كخردلة أي حبة نبات صغيرة جدا وهذا يدل على عظمته سبحانه وأنه لا يحيط به شيء علما الكرسي موضع قدمي الله عز وجل ترس أي شيء من جلد أو خشب يحمل عند القتال يتقى به السيف والرمح ونحوهما العرش أي المخلوق العظيم الذي استوى عليه الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله الحديث يدل على عظمته عز وجل فيكون مناسبا لتفسير الآية في ترجمة الباب الدليلان السادس والسابع وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره والله فوق العرش نص صريح على إثبات العلو لله تعالى في الذات والصفات لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أي أعمال القلوب والجوارح المرئي منها والمسموع وذلك لعموم علمه وسعته وإنما أتى بذلك بعد ذكر علوه ليبين أن علوه لا يمنع علمه بأعمالنا وهو إشارة واضحة إلى علو ذاته سبحانه وتعالى هل استفهامية يراد بها أمران أولا التشويق لما سيذكر الثاني التنبيه إلى ما سيلقيه عليهم الله ورسوله أعلم تقال في حياته صلى الله عليه وسلم وفي الأمور الشرعية التي علمها فيه تعظيم الله والحذر من مخالفته لأنه فوقنا فهو عال علينا وأمره محيط بنا المسائل الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها كأنه يقول اليهود خير من المحرفين لها لأنهم لم يكذبوها ويتأولوها الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى وقد ثبتت اليدان لله بالكتاب والسنة وإجماع السلف السادسة التصريح بتسميتها الشمال رواية شاذة السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات كدراهم سبعة ألقيت في ترس العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاه الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء خمسمائة عام الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء السادسة عشرة كم بين السماء والأرض خمسمائة عام السابعة عشرة كثف كل سماء خمسمائة سنة الثامنة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة سنة والله أعلم ويستفاد من أحاديث الباب أولا التحذير من مخالفة الله ثانيا أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد آمين التقسيم والتقعيد للقول المفيد موسيقى موسيقى